بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكى صفحا إن كنت قوما مسرفين وكما ارسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولهم خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهاذا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق نزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولنعى مما تركبون لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بناك وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناتا أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أماتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قل ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فبرة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أموابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فوله قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين نبيس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموا أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إلهيك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلية يعبدون ونقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية لله أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عيد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهدي لنار تجري من تحفيه أفلا تبصرون أما لخير من هذا الذي هو مهيل ولا يكادوا به فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير نمو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون إنه إلا عبد ننعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتعن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم من حكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فابدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من مين فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نليم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض ما دون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطعف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهيه لأنفس وتنزل عين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تاكنون إن المجرمين في عذاب جهنم قالبون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا أم الظالمين ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم للحق ولكن أكثركم للحق كارهون أمبرموا أمرا فإنا مبربون أم يحسبون أما لا نسمع سرهم ونجواهم بلا أرسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء فإن الله هو في الأرض إله وهو الحكيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأم لا يوفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون